اشتركوا في القناة من آسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة على نيله الثقة الملكية الغالية بتعيينه أمينا عما للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مشيدا بخبرته وكفاءته وما قام به من جهود مخلصة خلال عمله في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والذي امتد لأكثر من 15 عاما متمنيا له كل التوفيق والسداد في مهمه الجديدة في المؤسسة من جانبه رفع سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة جزيل الشكر وبالغ الامتنان والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم معربا عن عظيم اعتزازه بهذه الثقة الملكية السامية وبتوجيهات جلالته السديدة التي ستكون نبراسا له في تأدية مهمه كما اعرب سعادته عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعم سموه المتواصل وحرص سموه على مواصلة تنفيذ وارتقاء الخطط التطويرية للمؤسسة مؤكدا أن المؤسسة حريصة على تنفيذ توجيهات سموه الرمية إلى تعزيز ودعم العمل الإنساني وفق الرؤى الملكية السامية بما يساهم في تحقيق الحياة الكريمة للأيتام والأرامل إضافة إلى الفئات المستفيدة من خدمة المؤسسة في مملكتنا الغالية ودعم المنكوبين في الدول الشقيقة والصديقة